أعزائي طلبة وطالبات شعبة الصناعات المعدنية أهلا ومرحبا بكم في مادة حساب الإنشاءات المعدنية والتي تخدم التخصصات السلاسة الأساس المعدني وأشغال الصاد الحديد المشغولة للإنشاءات المعدنية تشكيل المعادم والصياغة كما أن من مميزات هذه المادة أيضا أنها تخدم طلبة السنوات الثلاث والخمس سنوات وفي الحلقات السابقة تناولنا شرح الباب الأول والثاني وإن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الباب الثالث وهو الخاص بالكامرات والكوابيل الكامرات والكوابيل بتعتبر من ضمن المنشآت المعدنية التي تستخدم في نطاق واسع مع التطور التكنولوجي الذي يعيش في هذا العصر المنشآت المعدنية إما أن تكون أسقف إما أن تكون جمالونات إما أن تكون عارضات لحمامات السباحة كل الحاجات دي بتعتبر من ضمن المنشآت المعدنية اللي هي المنطات بتاعت حمامات السباحة برضو بتتعمل على هيئة الكوابيل وأيضا الكباري للمشآت اللي بيمروا عليها من ارتفاعات معينة بتتعمل من الكامرات الحديدية كل ده بتعتبر من ضمن الأساسيات لهذا الباب ومن ضمن الأساسيات أيضا أننا المفروض أننا أتعرف على أنواع وأشكال الكامرات ذات نفسها ولذلك الباب ده بيعتبر من ضمن الأبواب المهمة جدا للطلبة باعتباره أنه بيبقى فيه حتة ردود الأفعال وفيه عزم الإنحناء وفيه قوى القص ردود الأفعال في الأحمال الموزعة بتكون سهلة بجيب رد الفعل عند الركيزة ألف وبيب يبقى معروف لو أنا عندي حملة موجودة على كاميرا قدر أربعة يبقى خلاص الركيزة ألف بتتحمل اتنين والركيزة به بتتحمل اتنين لكن في الأحمال المركزة اللي هي بتعتبر من ضمن الأحمال التي يصعب على الطالب إيجاد ردود الأفعال وعزم الإنحناء بتبقى مهمة جدا فيها حتة التوزيع ولذلك دايما نحن بننبع على أبنائنا وبناتنا الطلبة حاجة مهمة جدا أن قراءة المثال نصف حل المسألة قراءة المثال نصف حل المسألة ولذلك احنا دايما بنأكد على النقطة دي وبنقول ايه؟ اقرى المثال مرة واثنين وتلاتة اقرى التعريف مرة واثنين وتلاتة كل مثال بيبقى محتوط بيبقى محتوط له زمن معين ومدة معينة استحالة يعني حتى كمان بيبقى محتوط له فترة مراجعة استحالة أنك انت تقدر تتخطاها ليه؟ احنا بنبقى عامنين حسابنا أن في هذه المادة وخاصة مادة حساب الانشاءات المعدنية أن هناك أمثلة تعطى للطالب المتوسط وأخرى تعطى للطالب المتميز ولكن في النهاية الحصيلة بتكون في صالح الطالب المتوسط ليه؟ عشان خاطر حسابات الرياضية بتاعتها بتكون كتير جدا وفي نفس الوقت إزاي أجيب ردود الأفعال برضو بالنسبة لي بتكون صعبة ولذلك إن شاء الله من خلال هذه الحلقة سوف نتعرف على جميع التعريفات الخاصة بأنواع الكاميرات وكيفية ردود الأفعال وكيفية وضع الأحمال على الكاميرا سواء كان أحمال مركزة أو أحمال موزعة تعالوا بعد كده بقى نروح ليه المادة ذات نفسها تأثير القوة على الكاميرات والكوابيل بيقول لي تأثير القوة على الكاميرات والكوابيل بيقول لي العوارض هي قطبان معدنية طويلة ذات مقاطع خاصة تختلف في أشكالها ودي النقطة اللي احنا تكلمنا عليها إن الكاميرات والكوابيل عبارة عن مجموعة من العوارض والكاميرات لها أشكال وقطاعات مختلفة وطالما بقت عوارض وكاميرات معدنية إذن قطعتها كلها تكون على شكل القطاعات الحديثة ممكن ألاقي فيه قطاع مربع، ممكن ألاقي فيه مستطيل، ممكن ألاقي فيه قطاع دائري ممكن ألاقي فيه قطاع نصف دائري ممكن ألاقي فيه قطاع على شكل حرف V ممكن ألاقي فيه قطاع على شكل حرف T ممكن ألاقي فيه قطاع على شكل حرف Z كل دي حروف ممكن ألاقي الكاميرات موجودة عليها ولذلك دايما لما تجي تبص على الألموتال تلاقيه دايما بالقطاعات بالأشكال بتاعته وبردو كذلك الكاميرات بتاعتنا بالقطاعات والأشكال بتاعتها ويمكن إحنا دلوقتي هنتفرج أو هنشوف بعض الأشكال لهذه القطاعات على أساس أن تعريف الكاميرات يزبط في الزهن بالرؤية للرسومات وده مهم جدا ولذلك هنا بقول لي العوارض هي قطبان معدنية طويلة ذات مقاطع خاصة تختلف في أشكالها تأثير القوة على الكاميرات والكوابيل منها ما هو المستطيل اللي أنا اتكلمت عليه أو الدائري القطاع أو قطاع زاوية متجنسة للأرجل أو زاوية مختلفة للأرجل حرف L أو حرف I أو حرف H أو حرف T أو مجرى حرف A كل دي بتعتبر أشكال للقطاعات الكاميرية اللي موجودة عندنا ولذلك احنا دايما بنقول للطلبة وانت معد تحت كبري كده بص عليه بصة كويسة هتبص تلاقي ان الكبري ده عبارة عن مجموعة من القطبان الحديدية ممكن تكون شكلها على حرف T ممكن تكون شكلها على حرف H ممكن تكون شكلها على حرف L ولكن في النهاية بتعتبر قطبان حديدية متواصلة بعضها مع بعض ومستمرة ومتربطة بمسامير البرشام أو بمسامير الألواص ولذلك بتعمل لها حسابات دقيقة جداً عشان خاطر نسبة التحميل اللي بتحمل إيه عليها مهمة جداً إن أنا أعمل لها حسابات ولذلك هذا الدرس من ضمن الدروس المهمة لإيجاد الحسابات أو الأحمال على القمرات التي توضع في الكباري والمنشآت المعدنية تعالوا بعد كده نبص على الأشكال أنواع المقاطع المستخدمة أهيه ولذلك هنا بقى بيقول لي إيه أنواع المقاطع بتاعتي موجود فيه اللي هو يعتبر الدائري وفيه اللي هو يعتبر بالنسبالي المستطيل وفيه بيعتبر المربع وفيه بيعتبر الفردي وفيه بيعتبر اللي هواخد زاوية حرف إيه بعد كده بيقول لي ده فيه قطاع على شكل حرف تي فيه على شكل حرف زد فيه على شكل حرف إس وفيه برضو بيعتبر على شكل حرف إس أو حرف إيه يو حرف سي أو حرف إيه يو لكن ده بيعتبر بالنسبالي سي من الجهتين سي من الجهة اليمنى وسي من الجهة الإيه اليسرى ودي بتعتبر بعض المقاطع المستخدمة في الهياكل المعدنية يبقى مهم جدا أن الكاميرات هي عبارة عن مجموعة من العوارد مختلفة الأشكال والأطوال لها أشكال مختلفة تستخدم حسب الاستخدام أو الغرض التي صنعت من أجله يعني ممكن تستخدم في كباري علوية وممكن تستخدم في حمامات السباحة وممكن تستخدم في عمل أسقف الجراشات وممكن تستخدم في عمل أسقف صلاة الألعاب الرياضية اللي هي بتعتبر بالنسبة لي أن أنا بعمل منشأ بسرعة البرق ولذلك هناك بعض الأسواق الحديثة التي تصنع أسقفها في لحظة أو في فترة قليلة جدا من الوقت باستخدام بعض المنشآت المعدنية زي الكاميرات بتاعتنا وبعد كده بنعمل لها عملية تسقيف بالصاج المموج وفي نفس الوقت بتبرشم كل الحاجات دي بتعمل لها حسابات رياضية مهمة جدا بتبدأ من بداية وزن الكاميرا يبقى هنا أنا تعرفت على أشكال الكاميرات اللي موجودة عندي وبأكد عليها تاني كاميرا على شكل مربع كاميرا على شكل مستطيل كاميرا على شكل حرف L كاميرا منفردة من الجهتين كاميرا على شكل حرف C أيمن وسي أيصر كاميرا على شكل حرف T وأخرى على شكل حرف H كل دي أنواع من الكاميرات باستخدمها في عمل المنشآت وإحنا هنتفرج وإحنا ماشيين واحدة واحدة كده مع بعضينا الكاميرات دي بتتحطي إزاي في المنشآت المعدنية بعد كده بيقول لي الكاميرات بقى أنواع الكاميرات اللي عندي دي قال لي في عندي كاميرا بسيطة اللي هي وتستند على ركيزتين الكاميرا البسيطة ده هي هنا في ركيزة وهنا في ركيزة ولذلك هنا بيقول لي أن الكاميرا دي بسيطة جدا وتستند على ركيزتين مفصلتين في طرفيها يبقى هنا دي بتعتبر بالنسبة لي كاميرا إيه؟ بسيطة طب هل معنى كده؟ أن في كاميرا مش بسيطة؟ آه طبعا في كاميرا مفصلية وفي كاميرا مركبة وفي كاميرا مستمرة وفي كاميرا حمل موازنة كل دي تعتبر بالنسبة لي أنواع من الكاميرات أولها وأسهلها الكاميرا البسيطة يبقى الكاميرا البسيطة هي الكاميرا التي ترتكز عند طرفيها على ركيزتين الركيزتين دول بالنسبة لنا بيعتبروا أساسيين جدا للكاميرا ممكن أدي ركيزة وأدي ركيزة تانية وبحط الكاميرا بالنسبة لي عليها يبقى هنا بالنسبة للكاميرا البسيطة هي كاميرا بسيطة تستند على ركيزتين مفصلتين أو إحدهما ثابت والآخر مفصلي طب بعد كده آدي شكل الكاميرا البسيطة عندي لما نيجي نبص لها آدي الكاميرا البسيطة آدي كاميرا محتوطة على ركازتين وآدي كاميرا تانية بسيطة محتوطة على ركازتين وفيه واحدة تانية الناحية التانية وفيه واحدة في الجانب الأيمن كل دي تعتبر كل واحدة مستقلة في ذاتها بتعتبر كاميرا بالنسبة لي ولذلك هو هنا مبين عليها حتة التحميل يعني محتوط عليها أحمال ولذلك لما بنيجي نعمل الكباري والمنشآت العلوية ممكن البعض اللي هو غير دارس الانشآت المعدنية يقول لك طب الكبر ده بيستحمل كمية العربيات اللي موجودة عليه دي ازاي كل دي معمول لها حسابات رياضية معمول عزم الانحناء بتاع الكاميرا ومعمول لها حسابات رياضية لفصل الشتاء وحسابات رياضية لفصل الصيف ليه؟ لأن هنا الكاميرات عندنا بتتمدد في فصل الصيف بتأثير درجة الحرارة وتنكمس في فصل الشتاء بتأثير درجة البرود يبقى كل الحاجات دي لازم يتعمل لها حسابات وإلا بدون عمل الحسابات ممكن تؤدي إلى انهيار المنشآت اللي موجودة عندنا ولذلك لابد من وجود حسابات رياضية حتى المصمار الذي تبرشم به الكاميرا بيتعمل له حسابة يعني دايماً يجي يقولك أن المصمار اللي هو بيتدق العادي ده اللي هو يعتبر خمسة سنتي أو ثلاثة سنتي نسبة التحميل بتاعته عشرة كيلو ما بلك بقى مصمار قطر 2 سنتي بصمولة متبرشم متقلوز مربوط كل الحاجات دي بتتعمل لها حسابات والمسافات ما بين كل مصمار ومصمار قد إيه دي مهمة جداً على أساس أن نسبة التحميل بتاعتك تكون معمول حساباتها ولذلك أنت لما تيجي هنا تبص مبين لك أن التحميل من أعلى ونازل والتحميل بين على القاعدة كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي مهمة جداً يمكن أنا متعم الدرس بمجموعة من الرسومات حتى يكون هناك رؤية صادقة للطالب عند حل المثال أو يكون هناك رؤية صادقة عند رسم المثال لأن إحنا عندنا بعض الأمثلة قد تكتب نظرياً وبعض الأمثلة قد ترسم ولذلك دايماً لما ترسم بتكون سهلة جداً للطالب لكن اللي بتكون بقى كتابة بتبقى محتاجة أن الطالب إزاي يوزع مجموعة الأحمال على الكامرة وخاصة أنه لو مديها أطوال معينة ولذلك إحنا لما نيجي هنيجي للمثال هنقوله إزاي توزع لأنه ممكن حتة التوزيع دي يحسبها حسابات رياضية بينه وبين نفسه يبص يلاقي نفسه طلع برة أطوال الكامرة يعني أنا لو جيت قلت له أنه عندي مجموعة من الأحمال الكامرة بالصورة ليه؟ عشان خاطراً ما جاوزع يبقى فيه مصداقية في حتة التوزيع وفي نفس الوقت أبقى حاطت في ذهني طول الكامرة طولها كام؟ والبعد ده بين الحمل ده والحمل قد إيه والبعد بين الركزة دي والركزة دي قد إيه؟ ده مهم جداً بالنسبة لنا نرجع بعد كده بيقول لي هنا أنواع المقاطع بالنسبة للكامرات قلت لك أن الكامرة البسيطة ودي شكلها وهنا بيديني الشكل بتاعها تاني اهو هنا بيقول لي الكامرة المستمرة وتستند هذه الكامرة على أكثر من ركزتين مفصلتين يعني هنا هذه ركزة ركزتين اتنين تلاتة يعني عند اتنين مفصليين وواحدة ايه؟ ثابتة يبقى هنا لما يكون فيه نقطتين تحت الركزة كده أو دايرتين مفتوحين دي الركزة دي تعتبر ركزة مفصلية وحرة حرة يعني ايه؟ تتحرك كيفة ما تشاء يعني ولذلك هنا بيقول لي ايه؟ الركزتين مفصلتين يعني فيهم مفاصل ممكن تتحرك يمين وشمين ولذلك احنا لو بصينا على الكباري زي كبري اللي هو بيعد من عليه القطر كبري مبابا اللي هو يعتبر بالنسبة لي من الكباري المعدنية وكان فيه كبري ابو العلاء برضو من الكباري المعدنية وفيه كبري برضو بيتحرك عليه القطر فيه اسيوت واخر فيه المنوفية الكباري دي كلها أو الاليوبية الكباري دي كلها بالنسبة لنا كانت معدنية ولذلك كانت الكباري دي محتوطة على ركزات مفصلية لما كان فيه بعض السفن بتمر أو بعض السفن الحاملة للحويات المرتفعة كانت الكباري دي بتتفتح على صنية احدهما يمينا والاخر ايه؟ يسارا حتى تمر المراكب بما تحمله ثم يعود الكبري الى وضعه مرة ايه؟ ثانية يبقى هنا حتة ان هو يركز على ان الركزتين مفصليتين يعني معنى كده ان انا اقدر احركهم يمين وايه وشميل طب والتانية ثابتة ولذلك دايما في الكاميرات دايما بنعمل طرف ثابت وطرف اخر متحرك يتحرك كيفاما ايه يشاه بعد كده موريني بقى الشكل بتاعها ايه ادي بعض الكاميرات اهي ومديني الشكل العام بتاعها لما تيجي تبص لها الكاميرا دي تعتبر اهي كاميرا مستمرة فيه هنا ركزة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة هنا دي تعتبر الكاميرا بتاعت دي من الكاميرات المستمرة هنا ممكن تكون سابتة وهنا ممكن تكون مفصلية اقدر احركها زي ما انا عايز او اقدر احركها من الاطراف زي ما انا عايز كل دي بتعتبر بالنسبة لي سهلة وبسيطة ولذلك هنا محمل على الكاميرا اكتر من سقف ادي واحد اتنين تلاتة وفيه سقف تاني تحت هوات اربعة واضي القواعد اللي تحت عندي ايه خامسة كل دي تعتبر بالنسبة لي كاميرات مستمرة بتستخدم في عمل المنشئات المعدنية هو ايه الغرض من الرسمة ببين لك ازاي الكاميرا بستستخدم في عمل المنشئات المعدنية بالاسقف بتاعتها ولذلك لابد من حساب الاسقف لابد من حساب وزن الكاميرا لابد من حساب كمية الاحمال الموجودة عليهم ولذلك في بعض الدول اللي هي نسبة الاملح بتكون عندها عالية جدا ما بيستخدموش الاسقف بتاعتنا الاسمنتية العادية بيستخدموا الاسقف المعدنية ليه بقى عشان خاطر عندما تتعرض للهواء الجوي يحصل الله ايه بتصدق وتتآكل اذا هنا مع مرور الوقت ممكن تؤدي الى الايه الانهيار اذا لابد ان يرى الانهيار بالعين المجردة وليس بالاجهزة يبقى هنا في نفس الوقت المنشئات المعدنية بتاعت دي بتبقى معرضة للعوامل الجوية ولذلك بتدهن بمواد عازلة تحميها من العوامل الجوية بعد كده بيقول لي كامرة مركبة يعني ايه كامرة مركبة لو احنا جينا بصينا على الكامرة المركبة دي بقول لي وهي كامرة مستمرة ذات اتصال مفصلي من الداخل عند قطاع او اكثر لامكان ايجاد حل استاتيكي بسيط يعني ايه يعني معنى كده احنا عارفين ان الحل الاستاتيكي او الاستاتيكة ذات نفسية هي دراسة الاكسام الموضوعة على الكامرة وهي في حالة سكون عكس الديناميكا الديناميكا هي مادة بتساعد على الحركة زي مثلا حركة الطائرات وحركة المغزوفات وحركة الاكسام في السوائل كل دي بتعتبر حركات ديناميكية اما الحركات الاستاتيكية هي دراسة الاكسام من السكون او الاحمال في موضع ايه سكون بمعنى ان انا بحط حملة على الكامرة خلاص الحملة دا مش هيتحرك ليمين ولا شمية طب الحملة دا مقداره قد ايه مقداره مثلا واحد طن طب الركزتين اللي موجودين عندي هل الركزة دي تقدر تتحمل خمسمائة كيلو جرام والركزة دي تقدر تتحمل خمسمائة كيلو جرام او دي تتحمل نصف طن وده تتحمل نصف طن كل دا بتتعمله حساب ولا الكامرة في الاخر هيحصل لها انحناء ومع مرور الوقت قد يؤدي الانحناء الى الانهيار يبقى هنا لازم اراعي الحتة دي بالنسبة للأحمال الموضوعة على الايه الكامرة ولذلك هنا بيقول لي وهي كامرة مستمرة ممكن حد لو حد بص عليها يقول لي ايه طب ما هي دي زي الكامرة المستمرة اللي كانت موجودة قبل كده اقول له لا الكامرة المستمرة اللي كانت قبل كده كانت بالنسبة لي مفيش فيها مفصل كانت موجود فيها ركيزة مفصلية وده ركيزة تانية مفصلية واخرى ثابتة لكن ما كانش موجود فيها المفصل ده المفصل اللي موجود ده مش موجود غير في الكاميرا المركبة فقط لا غير ولذلك هنا بيقول لي ايه وهي ذاته اتصال مفصلي يعني ايه اتصال مفصلي ممكن احركها يمين وحركها شمال لان المفصل ده هو بيساعد على حرية الكاميرا لليمين والايه واليسار مهم جدا ان انا اقدر افرق ما بين الكاميرا المستمرة والكاميرا المركبة هي متشبهة في كل حاجة متشبهة ان لها تلاتة من الركائز اتنين مفصليين واخر سابت طب والكاميرا المركبة برضو نفس الطريقة اتنين مفصليين واخر ايه سابت ولكن ما بين الكاميرا الاولى والكاميرا الثانية جهاز مفصلي بيساعد على تحرك الكاميرا يمينا وايه ويسارا اللي احنا قلنا عليه حتة الايه المفصل المفصل ده زي مفصل الصباع بالزبط يعني ربنا سبحانه وتعالى من حكمته مخلنا الصوابع بتاعتنا ذاتها مفاصل ولذلك تلاقي جميع المعدات والادوات والالات استخدمت حركتها المفصلية من حركات جسم الانسان ولذلك دي حكمة من حكم ربنا سبحانه وتعالى ولذلك مهم جدا لو الصابع ده مفيش فيه مفصل يبقى مش هيتاني يبقى مش هقدر احركه اذا هنا برضو الكاميرا ذات نفسها اذا ما كانش فيها مفصل مش هقدر احركها يمين او شمال برضو في بعض السوسة او الييات اللي بتستخدم لو ما فيش سوسة او يبقى هنا نزول الفك العلوى على السفلي لو نزل مرة واحدة مش هيرجع يرد تاني بعض السيارات بتلاقي فيها السوسة على اساس ان هي تساعد على ان هي تفي نفسها من المطباط الصعبة وكل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي مهمة جدا وخاصة في صناعة الكاميرات والمنشآت العلوي بعد كده نبص على الهيكل بقى بتاعي اهو ده هيكل كامري موجود بقى فيه كاميرا مركبة ومستمر ومفصلي زي ما انت عايز اذا هنا دي تعتبر كلها منشآت وكمارات معدنية لما تيجي تبص على المنشآت نفسه هل مجموعة الكاميرات اللي محتوطة جنب بعضها دي محتوطة كده يعني باي شكل لا ده ده فيها حتة الاتزان وفي نفس الوقت فيها حتة التباعد ما بين كل كاميرا وكاميرا الحسابات بتاعتها حسابات دقيقة جدا دقيقة دقيقة جدا ليه لان نسبة التحميل بتبقى معروفة لان انا عندي رد الفعل دايما عند الركزتين بيساوي صف طب في المنتصف فقه هو بيتحمل اي حاجة يعني انا لما اجا بص على المسترة اللي موجودة معايا دي ابص لايه لو انا ضغطت عليها بتتني طب الركزتين اللي موجودين اللي سابتين عند اليد دول بيتتنو برضو لا صعب اذا هنا نقطة التثبيت او الركزتين اللي موجودين على الكاميرا من اللي هيتأثر الحمل الموضوع على الايه على الكاميرا اذا لا بد من توزيع الكاميرات توزيعا رياضيا بعد دراسة مجموعة احمال التي تمر على الكاميرا بنفسها يبقى هنا ده الشكل اللي بيبين بالنسبة لي الكاميرا المستمرة المركبة بعد كده بيقول لي كاميرا مسبتة طب ما هي دي كاميرا مسبتة وهي كاميرا ذاتها ركزتين من النوع التام التثبيت من طرفها انا عندي كاميرا مثبتها في الحيطة من الناحية دي وفي الحيطة من الناحية دي ولذلك انت لما تجي تبص تلاقي ان هنا حتة الشرشرة دي معناها ان هي متثبتة في الحائط وهنا معناها برضو متثبتة في الايه في الحائط يبقى انا هنا نقطة التثبيت بتاعتي ثابتة مفيش فيها تحرك يعني هنا ما بتتحركش خالص ليه لانك انت بتعتبر ثبتتها زي بالضبط كده كان انا جبت مثلا جبت بالنسبة لي قطعة من المعدن ورحت جاي مثبتها في الحيطة من هنا ومثبتها في الحيطة من هنا وبقد اتعاد عليها عاد جدا اذا هنا بالنسبة لي يعتبر التثبيت بالنسبة لي يعتبر ايه ثابت ولذلك انت لو وانت ماشي وشفت بعض الكبار المشال علوية تلاقي فيه ركيزة من النحية دي وفيه ركيزة من النحية دي والكاميرا محتوطة بينهم وبين بعضهم الاتنين بتثبتها تثبيت ما تقدرش تتحرك منه ما فيش بقى فيه تثبيت مفصلي اقدر احركها يمين وشمال لا ده هي تعتبر بالنسبة لي كاميرا ايه ثبتة السبت بتاعها ان انا مثبتها ما بحركهاش من مكانها بعد كده بيقول لي تثبيت الكاميرات تنقسم طرق تثبيت الكاميرات الى تثبيت مفصلي ده اللي احنا اتكلمنا عليه بسيط حيث يمكن دوران الكاميرا حول نقطة التثبيت او يمكن وجود حركة خطية للكاميرا عند نقطة التثبيت ويوجد تثبيت دائم لا يسمح باي نوع من انواع الحركة عند نقطة التثبيت مثل الكاميرا المثبتة او الكابولي ويكون التثبيت باستخدام البرشام او اللحام او الربط بالمصامير بالمصامير عند نقطة التثبيت ممكن البعض يسأل على الكابولي الكابولي ده موجود قدام مننا على طول بصفة مستمرة بنشوفه ولكن احنا مش عارفين ان ده كابولي ولا مش كابولي ازاي؟ لو احنا جينا بصينا على حديدة منشر الغسيل اللي هي محتوطة في البلكونة الحديدة ذات نفسها او المنشر ذات نفسه المنشر ده كابولي ولا كاميرا كابولي ليه؟ لانه هو مسبت من طرف واحد انا مسكه من طرف واحد كده فقط لغير لكن لو انا حطيت عليه ساند كده بقت كاميرا سبته كده بقى كابولي ولذلك منطات السباحة الرياضية دايما بيكون عاملينها ككابولي وخاصة ليه؟ لان دايما السباح بيقف عند النقطة دي ويقفز لاعلى ولاسفل ليه عشان خطر يبقى فيه حطة التردد هنا موجودة موجودة حتى يقفز الى حمام السباحة بسهولة وايه؟ متسبتة من طرف واحد كابولي زي منشر الغسيل بالزبط يبقى دايما احنا بنشبه المنشر زي نفسه زي الكابولي زي بالزبط الحامل العادي اللي بيجي بيتركب فيه الحوائط وتتحط عليه مجموعة الارفوف اللي بتبقى موجودة فيه الصيدليات كل دي بتعتبر بالنسبة لي كوابيل وليست كاميرات يبقى فيه فرق بين الكابولي والكاميرا الكابولي هو يعتبر عارضة مسبتة من طرف واحد اما الكاميرا فهي عبارة عن عارضة مسبتة من اكتر من طرف ليه بقى؟ ممكن تكون الكاميرا دي كاميرا بسيط ممكن الكاميرا دي تكون كاميرا مستمرة اذا فيها اكتر من كاميرا زي ما شفنا في الرسومات ممكن تكون كاميرا مركبة يعني فيها مفصل تتحرك يمين وشمال ممكن تكون كاميرا سبتة يعني متسبتة من الطرف الايمن والطرف الايه؟ الايس بعد كده هنا جايب لي بعض الرسومات التي تبين تثبيت الكامرات اهي هنا متثبتة الكامرات اهي ده بيعتبر كامر اهي طالعة منها طبعا هي مقطوعة ومش متكملة خارج منها برضو نقطة تثبيت تانية اهي ده يعتبر بالنسبة للتثبيت اهو وممكن يكون ده تثبيت مفصلي او تثبيت ثابت اهو على اساس ان انا اقدر احرك التثبيت بتاعي ده يمينا او يسارا هنا برضو ده تعتبر كاميرا وفي استمرار لكاميرا تانية ده برضو بيعتبر بالنسبة للتثبيت كل مسافة ما بين المصمار والتاني معمول حسابات ولذلك تبص تلاقي عدد المسامير هنا كده كام ادي اتنين اربعة ستة سبعة يعني اربعتاشر مصمار طب وهنا عددهم تمانية يبقى التمانية دولار لهم نسبة تحميل ولا اربعتاشر دولار لهم نسبة تحميل ولو بصيت على عرض الكاميرا اللي موجودة فوق برضو هتلاقوهم اربعتاشر مصمار يبقى لها برضو نسبة تحميل معين انا ليه ورت لك حتة التثبيت مهم جدا انك انت تقدر تتخيل شكل الكاميرا وفي نفس الوقت تتخيل شكل حتة التثبيت بتاعتها وفي نفس الوقت التثبيت ده تثبيت مفصلي ولا تثبيت سابت طب والتثبيت ده تثبيت بمصامير قلواز ولا بمصامير البرشان كل نوع من انواع المصامير له قدر التحمل معينة بقدر اعمل لها حسابات قبل عمل السقل الاسقف او المنشآت المعدنية بتاعت يبقى هنا ده مهم جدا ان انا اعرف نقاط تثبيت الكاميرات بعضها اذا هنا ممكن تلاقي الكاميرا بسيطة اللي هي خارج منها كاميرا واحدة ممكن تلاقي الكاميرا دي كاميرا مركبة خارج منها اكتر من كاميرا يعني انا ممكن يكون عندي كاميرا كده وواحدة تانية كده وواحدة تالتة خارجة منها كده زي ما هي موجودة في الرأس لكن كل دولا متجمعين بايه بقى متجمعين بمصامير برشام او مصامير قلواز يبقى في نفس الوقت هنا ببينلك حتة تجميع الكاميرا ذات نفسها وفي نفس الوقت ببين لك أن عدد مسامير البرشام والألواز ذولا مش محطوطين كده لا ده لهم حسابات معينة ده لهم ردود أفعال معينة لهم عزم إنحناء معين ولهم قوة قص معينة أنا مش بحط المصمار عشان خطر أثبت بي الكاميرا وخلاص لا ده لازم المصمار ده يستخدم لتثبيت الكاميرا نمرة اتنين يكون طوله مناسب وقطره مناسب ومعدنه مناسب يتحمل العوامل الجوية زي الكاميرا بالضبط ولو مدى يتحمل من الأحمال اللي ممكن تتحطي على الكاميرا الموضوع مش سهل وبسيط الموضوع عايز حسابات رياضية لكل جزء من أجزاء الكاميرا بعد كده بيقول لي أنواع الأحمال وهنا قال لي أنواع الأحمال أول حاجة الأحمال مركزة يعني أحمال مركزة زي اللي موجود على الكاميرا ده دي تعتبر بالنسبة لكاميرا أهو واللي تحت ده بيعتبر عندي رد فعل وهنا بدا بيعتبر رد فعل وهنا ده بيعتبر حمل واو سوق لإيه طن طيب كاميرا زي دي مسبتة من الطرفين أهي لما يتحط عليها واو سوق لطن رد الفعل عند ألف هيكون بكام ورد الفعل هيكون عند ريه اتنين بكام ريه واحد بكام وره اتنين بكام لو هي واو يبقى هنا هيبقى فيه نص واو وهنا هيبقى نص إيه واو ولذلك هنا بيقول لي ايه أن الحمل المركز هو الذي يؤثر عند نقطة معينة على محور العينة وفي اتجاه معلوم الأحمال المركزة عند نقطة الارتكاس تعتبر ضمن ردود الأفعال ولا تؤثر العارضة ذاتها على الانفعال يعني هنا بيقول لي ايه أن الأحمال المركزة بتعتبر من ضمن ردود الأفعال طبعا ولا تؤثر العارضة ذاتها عند الايه الانفعال ليه بقى لأن العارضة ذات نفسها ودي اللي احنا كنا دايما بنؤكد عليها أن المفروض أن وزن العرضة يكون معروف بمعنى أن العرضة اللي موجودة عندي دي لازم يقول لي مثلا وزنها يعتبر مثلا خمسين سوق لكيلو جرام طيب العارضة لو وزنها خمسين سوق لكيلو جرام لو هي بالنسبة لي خمسين سوق لكيلو جرام زي دي كده طيب لما يجي أحطها على ركزتين الركزتين دول أحط الخمسين سوق لكيلو جرام دولا يبقى الركزة الأولانية دي هتشير خمسة وعشرين والتانية هتشير خمسة وعشرين رد الفعل عند الاتنين هيكون ايه متساوي ليه لأن وزن العرضة بالنسبة لي بيعتبر حمله موزع موزع يعني رد الفعل يمين زي رد الفعل ايه شمال جيت انت بقى روح تجاي مزود على الكامرة وحاطت حمل تاني غير وزن الكامرة حمله مثلا خمسين سوق لكيلو جرام تاني يبقى بقى الوزن خمسين والحمل اللي موجود خمسين بقى فيه عندي على الكامرة كام او رد الفعل عند ألف وبيه بيساوي مجموع الأحمال اللي موجودة اللي هو الحمل بتاع الكامرة خمسين زائد الحمل اللي موجود على الكامرة خمسين يبقى مية يبقى رد الفعل عند ألف هيساوي خمسين ورد الفعل عند بيه هيساوي ايه خمسين يبقى الحاجة اللي هي على اتنين يشيلوها اتنين يعني الحاجة اللي موجودة على ردين فعل رد الفعل الاولان يشيل جزء منها ورد الفعل التاني يشيل جزء ايه منها طب هو هيشيل كده بدون وجود مثلا قيم للاحمان لا طبعا مش هيشيل كده بدون وجود قيم للاحمان لابد من وجود قيم واوزان للاحمان حتى يتم حساب رد الايه الفعل ولذلك هنا بيقول للعرضة لا تحسب من ضمنه ردود الافعال ليه لانه اصلا عمل حسابتها من الاول طب مين بقى اللي بيتعمله حساب له ردود الافعال الاحمال التي توضع على القمر بعد كده بيقول لي النوع التاني من الاحمال حمل موزع وهي التي لا يرتكس تأثيرها عند نقطة معينة على محور العرضة وانما يمتد الى منطقة ممتدة من العرضة ويمكن ان يكون الحمل موزعا بانتظام او غير موزع بايه بانتظام يعني ايه الحمل موزع بانتظام الحمل المركز مش شرط انه هو يكون مركز في المنتصف لا لو انا عندي كاميرا طولها اربعة متر ممكن ايجا حط الحمل على بعد واحد متر من الطرف فيه بس يبقى فاضل تلاتة متر من النحية دي لكن هنا اصبح الحمل قريب من الطرف فيه ولكن حمله مركز يبقى من اللي يتحمل اكتر الطرف فيه هو يتحمل اكتر من الطرف الف لان نسبة التحميل عالية بجوار الطرف ايه بيه هنا بقى في الحمل الموزع هو عامل بالضبط كاسنان المشت بمعنى ان احماله موزعة بانتظام يعني بيوز الحمل لو اتنين طن على المتر يبقى كل متر شايل اتنين طن ده المقصود من كلمة الحمل الموزع بانتظام يعني ايه موزع بانتظام يعني انا موزعه مقدار الحمل سابت والمسافات متساوية يعني ما بين كل متر ومتر حمل ما بين كل متر ومتر حمل وهكذا طب الحمل ده قد ايه ده اتنين طن يبقى التاني اتنين طن يبقى التالت اتنين طن وهكذا ولذلك هنا قال لي ايه احمال موزعة بانتظام يعني موزعة بانتظام ازاي موزعة على الكاميرا بانتظام كمقدار للحمل وكطول للايه للكاميرا عاملة بالزبط زي ايه لو انت مثلا عندك اربع اولاد مثلا الاربع اولاد دولا لو انت عندك اربع تفحات يبقى كل واحد هياخد واحد لو انت عايز تبقى عادل بقى على اساس ان الحمل ذات نفسه يكون منتظم المفروض ان انا اوزن كل تفاحة بالجرام يبقى هنا حتة العدالة في مقدار الحمل والمسافة مقدار الحمل والايه والمسافة ولذلك هنا بيقول لي الحمل موزع بانتظام ولذلك انا لما جيت ورتك شكل الكاميرا في الاول قلتلك ايه ان الاحمال كده مش محتوطة كده وخلاص لا ده موزع بانتظام على مسافات متساوية بمقدار احمال متساوي يبقى دي دي مهمة جدا عشان خاطر اعرف حتة الحمل الموزع ولذلك الحمل الموزع بيعتبر لابنائنا وبناتنا الطلبة اسهل بكثير من الحمل المركز ليه الحمل المركز ركز في حتة واحدة بس على مسافة قد ايه بقى مش هتفرق قريب من الف قريب من بي مش فرقة لكن الحمل الموزع هو حمل موزع على القمرة باحمال متساوية ومسافات متساوية احفظها كده دايما الحمل الموزع هو مقدار حمل سابت موزع على مسافات متساوية بطول القمرة اما بالمتر او بالنص متر او بالسنتي او بالملي زي ما انت عايز ده الفرق بين الحمل المركز والحمل الايه الموزع بعد كده جاب لي شكل للحمل الموزع ولذلك دي النقطة اللي انا كنت بقولك عليها هنا بص ادي طول الكاميرا اهي شوف طول الكاميرا كل الاسهم دي تعتبر بالنسبة لي ايه احمال اهي معنى كلمة سهم معنى ولذلك هنا بيقول لي ايه واو سقلتن على السنتي يعنى كل سنتي واخد واو سقلتن واو سقلتن vähän باعد الاسهم باقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسربة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر عندي تلاتاشر واو سقلتن يبقى هنا لما اجا اقول تلاتاشر واو سقلتن وعايز اجيب رد الفعل عند الف وب أقول على طول الحمل في الطول وأسم على اتنين يدينا رد الفعل عند ألف ورد الفعل عند ب ولذلك أنا أكدت قبل كده أو أكدت في رؤية الحمل المراكز أن الحمل الموزع أسهل بكثير من الحمل المراكز طب ليه يا أستاذ أن الحمل المراكز أصعب من الحمل الموزع أقول لك ما أنت ما تبصش أن على الكاميرا ممكن يكون في حمل واحد بس مراكز ده ممكن يكون عليها حمل واثنين وثلاثة واربعة وممكن يكون في أحمال موضوع على الركيزة الأساسية عند نقطة ألف أو نقطة ب ودي بنلاقي فيها لغة كتير ولذلك دايما بنحلها بالرسم البيان الدقيق لأن هذا النوع من المسائل وخاصة هذا الباب اللي هو باب الكاميرات والكوابيل مهم جدا أن أنا أحله بيانيا قبل أن يحل جبريا أو يحل جبريا قبل أن يحل بيانيا المهم من الاتنين مع بعضهم بيكملوا بعض ليه؟ على أساس أن حسابات تكون مزبوطة وفي نفس الوقت ردود الأفعال وعزم الانحن وقوة القص تكون مزبوطة بالنسبة لي يبقى هنا الحسابات الرياضية لابد أن يعقبها تطبيقا بيانيا للكاميرات سواء كان عليها حمل موزع أو عليها حمل مركز وأكدنا أن الحمل الموزع أسهل بكثير سواء كان للكاميرات والكوابيل على أبنائنا وبناتنا الطلبة في حتة الحل بالنسبة بعد كده هنا بيديني بقى حمل مركب يعني ايه حمل مركب؟ حمل موزع هو بس موزع بايه؟ بارتفاعات مختلفة أبو الصلاة هنا بيزيد تاني ليه عند واو اثنين بعد كده بيرجع يقل تاني عند واو ثلاث بعد كده بيرتفع تاني عند واو اربعة طيب ممكن طالب يقول لي يا أستاذ طب ما هو ده حمل موزع هقول له اه فعلا حمل موزع بس نسبة التحميل لكل حمل مختلفة حسب ارتفاعها هو موزع فعلا ولكن باين من التوزيع بتاعته أن في منطقة أحملها قليلة والتاني أحملها بتاعها شوية وبعد كده بترجع تنزل تاني كل دي بتعتبر ايه؟ بتعتبر بالنسبة لي دراسة لنقطة التحميل في الكاميرات والكابير ولذلك انت لو تفرقت او لو انت ماشي في بعض المناطق التي ينشأ فيها الكباري العلوية تبصت اليوم هم بيعملوا الكنات بتاعة العمدان او بيلحم والكلام ده كله بيقرب نقطة التربيد بينها وبين بعضها واحيانا يوسع المسافات بينها وبين بعض واحيانا يرجع يديق تاني المسافات بينها وبين بعض طب هو بيعمل الكلام ده كله ازاي؟ موجود على الرسم البياني اللي موجود قدامه أن نسبة التحميل في المنطقة دي هتكون عالية لابد من التزويد سواء كانت مسامير او لحمات او او الى اخره كل الحاجات دي بزودها إذن هنا في الحمل الموزع ممكن الحمل الموزع مرة يكون قليل مرة يزيد في منطقة معينة مرة يرجع يقل تاني مرة يرجع يزيد المهم ان الحمل ده بيعتبر بالنسبة لحمل ايه؟ مركب ممكن طالب تاني يجيوا ليه استاذ طب ما هو ممكن الحمل المركب ده يبقى موزع ومركز مع بعض اقول له اه فعلا بس في هذا النوع من المسائل ودي لما نوصل للمسائل هنشرحها باستفادة على المسال ذات نفسه ممكن يبقى فيه كامرة علىها حمل مركز وفي نفس الوقت علىها حمل موزع ازاي الكلام ده؟ حتة عليها موزعة بسيطة كده في المنتصف او على احد طرفيها وفي بعض الاحمال المركزة على الطرف الاخر طب في الحالات اللي ازاي دي بنعمل ايه؟ لابد من تحويل الحمل الموزع الى مركز طب احاوله ازاي اضرب الحمل في المسافة يدين الحمل على المسافة ذات نفسها وحطه في المنتصف المسافة يعني لو مسافة حمل الموزع ستة متر والحملة عند اتنين يبقى اتنين في ستة باثناشر يبقى مقداره احطه في المنتصف حمله مركز واشتغل الكامرة على انها حمله مركز وبعد كده لما ارسمها رسمي بياني ارسم المركز لوحده والموزع لوحده بعد كده بيقول لي انواع الاحمال في احمال برضو سابتة ميتة وهي تلك الاحمال التي تتغير لا تتغير في القيمة او الموضع وذلك مثل وزن العرضة ذاتها الذي يؤثر دائما عند مركز السقل الذي يكون دائما في منتصف المحور للعرضة المنتظمة المقطع وفي نفس الايه المادة يعني ايه حمل ميت حمل ميت اللي احنا كنا بنشرحه من فترة اريبة يعني في الكامرة المستمرة او الكامرة البسيطة قلتلك ان وزن الكامرة ذات نفسه بيكون محسوب يعني ايه محسوب بتبقى بتعتبر من ضمن الاحمال الميتة يعني ايه احمال معروفة ان حملها في منتصفها في مركز السقل بتاعها يعني انا لو جيت بصيت على الحمل بتاع دي كده ابص الاقي ان الحمل بتاعها في المنتصف ده يعتبر بالنسبة لي حمل ايه ميت يعني ايه ميت يعني شايلة منه جزء الركيزة الف وشايلة منه جزء الركيزة ايه بي يعني لو اتحط على الركزتين مش هيبقى مؤثر قوي ومش هقدر اجيب له نسبة عزم الانحناقة بتاعته مش هقدر اجيب له قوة قص طب اجيب له الكلام ده امتى لما توضع عليه بعض الايه الاحمال يعني مثلا لما اجيه حط المسترة دي تعتبر على الترابيزة كده بالنسبة لي وجنب منها الالم كده دي تعتبر بالنسبة لي ايه هو الالم ده مش وزن والمسترة دي وزن ولكن بتعتبر من ضمن الاحمال الايه الميتة يعني ايه احمال ميتة موضوعة على ركزتين متحملين طول الاحمال دي او محسوب قيمة الوزن ايه بتاعهم ولذلك الحمل الميت دايما احنا بنصفه بيتعتبر وزن العارضة او وزن الايه بعد كده بيقول لي احمال متحركة حية هي التي يتغير وضعها على الانشاء كما يمكن ان تتغير قيمتها وذلك مثل العربات التي تعتبر فوق كبر ما او القوة الناشئة من التمدد او الانكماش بتأثير تغيير درجات الحرارة او نتيجة دوران اجزاء معينة في الانشاء او تحركها بعجلة يعني ايه الكلام ده هنا ودي النقطة احنا اتكلمنا في بداية الحلقة فيها ان احنا هنا بيقول لي في ايه في هنا احمال حية يعني ايه احمال حية يعني احمال متحركة بصفة مستمرة زي بالزبط ايه وانت واقف على الكبري بالعربية لو العربية دي مثلا عربية نقل وشايلة مثلا حديد او شايلة حاوية بضائع يعني وزنها عالي جدا طب الحمل بتاع العربية ده ذات نفسه سابت ولا متحرك بيعتبر من ضمن الاحمال المتحركة على الكبري اذا الوزن الاحمال الحية دي متحركة بصفة مستمرة ايه لما بتتحرك في المكان ذات نفسه الوزن بتاعها سابت ولكن بتتحرك على الكبري كل مسافة بتتحرك عليها بتديني عزم ان احنا عندها وقوة قص ولذلك احنا كنا دايما بندى امثلة للطلبة المميزة ان احنا نديهم احمال متحركة يعني الحمل مثلا قدره 100 سوق لكيلو جرام على بعد واحد متر من الطلب بيه يديني رد فعل عند بيه بيسوي كام وعند ألف بيسوي كام طب بروح تجاي محركه وبعد الواحد متر بقى اتنين متر طبعا هيتغير رد الفعل عند ألف وعند بيه بعد كده خليه على تلاتة هي هنا بيصف لك حركة العربية المحملة باحمال او باوزان وهي بتتحرك على الكبري الاحمال بتاعتها حية ولا ميتها بتعتبر بالنسبة لي حية حية ليه؟ لان هي كل ما بتتقرب من الركيزة بتاعت الكبري بيتغير معها عزم الانحناء وفي نفس الوقت الحمل بتاعها متحرك بصفة ايه؟ مستمرة اذا دي تعتبر بالنسبة لي من الاحمال الحية ولذلك دايما بدرسها على مسافات معينة كنا دايما نقول للطالب سيارة وزنها كذا بتتحرك على كبري طول وكذا اوجد رد الفعل عند كل نقطة تقف عندها لإيه؟ السيارة او على كل بعد كذا متر تقف عندها السيارة اوجد رد الفعل وعزم الانحناء وقوة لإيه؟ القص اذا دي تعتبر بالنسبة لي احمال حية ومتحركة على كامرة تتحملها بعد دراسة اوزان بعد كده بيقول لي الارتكاز البسيط انواع الارتكازات بقى هو ابسط انواع الركائز او الدعامات وفيه يكون رد الفعل او رد فعل الركيزة على العضو المرتكز عليها على المستوى المماثل لسطح التلامس او الارتكاز اي عمودي على اتجاه الحركة النسبية المحتملة بين هذين السطحين ده بيعتبر بالنسبة لي الارتكاز الايه؟ البسيط يعني ايه ارتكاز بسيط؟ ودي كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي ارتكاز بسيط يعني كامرة بسيط حاجة بسيطة شيلها كده كامرة بسيطة وعليها حمل الحمل اللي موجود عليها قدره كام عشرة يبقى هنا هشيل خمسة وهنا هشيل خمسة خلاص ليه؟ لان الحمل في المنتصف ولذلك هنا بيقول لي ايه؟ ارتكاز بسيط الارتكاز البسيط عندي يبقى هنا رد الفعل عندي عند النقطة الف بيساوي رد الفعل عند النقطة به حسب مقدار الحمل اللي موجود ايه عليه ده بيعتبر بالنسبة للارتكاز ايه؟ بسيط طيب بعد كده هنا بقى مديني اشكال الارتكازات بتاعتي نهاية الارتكاز اهو موجود عندي وشكل الكاميرات وهي مرتكزة سواء كان ارتكاز افقي او طالع من اكتر من مكان دي تعتبر كلها بالنسبة لي ارتكازات بعد كده اتجاه الحركة النسبية المحتملة اهو الارتكاز اهو انت لو بصيت على الارتكاز النسبي لو رجعنا للصورة دي اهو اللي موجود عندي ده اهو بنفس الشكل اهو دي كل دي تعتبر ايه؟ ارتكازات سابتة متحركة وفي نفس الوقت بوضحها لك بالايه؟ بالشكل بتاعي وهنا تعتبر بالنسبة لي ارتكازات نسبية وهنا بيعتبر بالنسبة لي ارتكاز ايه؟ بسيط يبقى هنا بقدر اوضح لك انواع الارتكازات البسيطة والارتكازات الايه السابتة والارتكازات المتحركة ولذلك الدرس ده بيعتبر من ضمن الدروس المهمة جدا اللي حتة الشرح فيها النظرية بتكون عالية قبل التطبيق ليه؟ لان انا عنتي في الامثلة دي معروفة ان انا بديك كاميرا بديك كابولي بديك كاميرا عليها حمله مركز بديك كاميرا عليها حمله موزع كابولي عليها حمله مركز كابولي عليها حمله موزع كاميرا عليها حمله مركز وموزع بنسميها الكاميرا المركبة كل الحاجات دي مهمة ولكن في نطاق الموضوع ذات نفسه بقى المفروض انك انت تعرف ايه؟ الارتكازات انواع الاحمال الحمل المركز الحمل الموزع الاحمال الميتة الاحمال الحية كل دي تعتبر بالنسبة لي أحمال موجودة على الكاميرا في نفس الوقت أشكال القطبان الكاميرية خلي بالك إحنا مش بندرس العوارض دي باعتبارها أن هي منشآت أسمنتية لا بندرسها باعتبارها أن هي منشآت معدنية يعني إيه؟ منشآت معدنية بتستخدم في صناعة الأسقف المعدنية بتستخدم في صناعة الجمالونات المعدنية ولذلك الحديث دلوقتي ودي أحدث حاجة في المنشآت والكباري العلوية بتاعتنا دايماً بيعملهم الفواصل وخاصة في الطرق بيعملوها منشآت معدنية أرجو من أبنائي وبناتي الطلبة أن يستمتعوا بهذه الحلقة على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة